لا تزال مسألة الإفراج عن عبد الباصط المجرح المدان في قضية لوكربي تتفاعل في الأوساط السياسية البريطانية فهل حقاً أبلغ الليبيون أن رئيس الوزراء جوردين براون لم يكن يرغب في أن يموت المجرح في السجن؟ قد تكون هذه إحدى القراءات في وثائق رسمية جديدة نشرتها الحكومة الإسكتلندية الوزراء في أدنبراو في لندن أكدوا دائماً أن الإفراج عن عبد الباصط المجرح كان بيد الحكومة الإسكتلندية وحدها وأنه أفرج عنه فقط لدواعاً إنسانية لكن ما صدر أخيراً كشف عن زيارة إلى ليبيا من قبل هذا الرجل الوزير في الخارجية البريطانية السابق بيل رامو الوثائق كشفت عن محضر اجتماعات بين مسؤولين إسكتلنديين وليبيين من بينهم الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية عبد المعطي العبيدي الذي قال لرامول إن موت المجرح في سجن سكتلندي ستكون له عواقب كارثية بالنسبة للعلاقات الليبية البريطانية وبحسب الوزير الليبي فإن رامول قال بلابيره إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية لا يريدان أن يموت المجرح في السجن أما رامول نفسه فلم ينفي ما صدر عن وجهة النظر الليبية كنت أستجيب إلى طلب محدد من الليبيين وهو أن لا يموت المجرح في السجن في المقابل وأثناء حديثي مع نظير الليبي قلت أننا لا نسعى إلى أن يموت في السجن ولكننا أكدنا في ذلك الوقت أكدنا أننا لن نتدخل في المقابل لم يصدر أي رد من رئيس الوزراء حول تطورات الأخيرة جوردين براون شدد دائما على أنه في لقاءاته مع العقيد معمر القذافي أو أحد المسؤولين الليبيين فإنه يؤكد دائما أنه لن يتدخل في مسألة الإفراج عن المجرح لكن الرجلين بحث في المقابل سبول التعامل مع الإفراج المحتملي عنها إن الحكومة البريطانية في موقف التهام ورئيس الوزراء متهم أيضا بالإزدواجية في التعامل فهو من جهة يقول للأمريكي إنه يريد أن يموت المجرح في السجن ومن جهة أخرى يقول للليبيين في لقاءات خاصة عكس ذلك ما نشر أيضا رسائل تبدلها المسؤولون الليبيون والبريطانيون على مدى سنتين حول الإطار القانوني الذي يمكن اعتماده يوم ما إذا ما أفرج عن عبد الباصد المجرحي هذه الرسائل كشفت أيضا عن تغير في الموقف البريطاني حول وضعه في اتفاقية تبادل السجنة التي وقعتها بريطانيا مع الليبيا وكان الإفراج عن المجرح واستقباله استقبال الأبطال في طرابلس قد أثار غضب أهالي ضحايا طائرة باناما الأمريكية كما أثار غضب الكثيرين في بريطانيا ووسط كل هذا الجدل أدخل المجرح إلى المستشفى لتأزم حالته بسبب معاناته من سرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة